موسيقى ويعد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفرضها أثار تغير المناخ على التنمية المستدامة عقب قيامه بإطلاق استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية مدبور يشدد على أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للأثار السلبية للتغيرات المناخية رئيس الفرنسي إيمانويل ماكران يعلن اليوم أعضاء حكومته الجديدة مقتل 13 شخصا خلال قصف روسي على اللوجانسينك والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بشن قصف على منطقة دونباس دون تمييز العشرة صباحا بتوقيت القاهرة الثمنة بتوقيت موعد لنشرة أخبارية جديدة تأتيكم من النيل أهلا بكم شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب قيامه بإطلاق الاستراتيجية المصرية لمكافحة تغيرات المناخية على أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للأثار السلبية للتغيرات المناخية ويعد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفردها أثار تغير المناخ على التنمية المستدامة والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى بما أن مصر أصبحت من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ لذا بدأت تلتزم بدورها في التصدي والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها زا تقابلية شديدة للتأثر بتلك الأزمة العالمية وقد جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر عشرين خمسين لتوضيح رؤية التصدي لآثاره وتداعياته وخلال كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المزراء أن تداعيات تغير المناخ تعد تحدي جديد يضاف إلى التحديات التي تواجهها مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال العديد من الخطط المدروسة في جميع القطاعات وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز ستة من عشرة في المئة من إجماد انبعاثات العالم فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للأثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات كما أكد رئيس المزراء أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جاءت بأهداف طموحة متعددة لقد جاءت رؤية مصر لتركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات أشارت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأنه سيتحقق ذلك من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ واستخدام النظم البيئية للحفاظ على موارد الدولة كل سنة بيطلع لنا تقرير بيقول لنا جملة مختلفة مرة يقول لنا اثنين درجة حرارة مئوية هتبقى كويسة نشتغل عليها بعدها بسنة يقول لا ما نعديش على درجة حرارة ونص يبقى بالتالي لازم يكون العلم قلب هذه الاستراتيجية وهو تطوير الفكرة بتاعة المعرفة والعلم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر بالتأكيد سوف يكون لها أثر كبير للتصدي للتداعيات السلبية لتغير المناخ هذا ما أشارت إليه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة بحقق معدلات نمو وبحقق معدلات تشغيل معينة مستهدفاها وبحقق أيضا حماية اجتماعية لأهلنا كلهم ده لا يمكن يتم من غير ما أحافظ على حقول أجيال القادمة في الموارد فالبعد البيئي هو أحد الأضلاع الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 الطاقة وارتباطها بالنمو الاقتصادي من أجل التنمية المستدامة لا بد من الاستمرار في تنميتها ولكن بمعدلات انبعاسات منخفضة هذا ما أشار إليه الدكتور طارق الملة وزير البترول والسروة المعدنية وهنا في 2016 حقنا استراتيجية بتتيح لمصر حتى سنة 35 مزيق يبقى مقبول ونقدر أن نتحمله ويبقى في نفس الوقت متوافق مع كل المعايير الدولية ومع ارتباط مصر والتزامها بكل المعاهدات اعتبارا من كيوتو وكوب المتعاقب وحتى تفئية باريس قطاع الزراعة من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا بالتغيرات المناخية رغم أنه له دور إيجابي في تخفيف الانبعاثات الحرارية هذا ما أكد عليه السيد القصير وزير الزراعة مواعيد الزراعة قد تختلف نتيجة التغيرات المناخية وبالتالي الأمر بيحتاج إلى عادة رسم الخريطة الزراعية أيضا من الأمور المهمة اللي احنا نشتغل عليها في الفترة القادمة وهيبقى من ضمن المشروعات المهمة اللي يتعزز أنظمة الانظار المبكر والتنبؤ بالمناخ المسيمة للحد من هذه المخاطر وإزاي نقدر ندعم الفلاح والمزارع المصري بهذه المعلومات عشان يقدر يتعامل مع هذه المنظومة حزمة متنوعة من البرامج المختلفة ما بين الطاقة الجديدة والمتقددة والبحث العلمي والزراعة والمحاصيل والهيدروجين الأخضر والمشروعات القومية المختلفة وتحقيق نمو اقتصادي في مشروعات قومية كبرى استعدادا للتخفيف من الأصار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التداعيات السلبية لتغير المناخ أحمد أبو الحسن أنيل أكد وزير الخارجية سامح شقري خلال مشاركتي في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس لمجموعة وزراء خارجية براكس بلاس على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر وتجمع دول البركس يذكر أن مجموعة دول براكس التي تقوم بتوحيد أكبر الاقتصادات النامية في العالم منذ عام 2009 تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا أعلنت النائبة في الكنسة عن حزب ميرتس اليساري غيداء ريناوي الزعبي استقالتها من اتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت الحاكم احتجاجا على عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك نائبة عربية تستقيل من حزب ميرتس اليساري فتهز الاتلاف الحاكم في إسرائيل الاتلاف الإسرائيلي الحاكم بات يمثل أقلية برلمانية بعد استقالة النائبة العربية غيداء ريناوي زعبي ما يقلل من سيطرة رئيس الوزراء نفتالي بينت على السلطة استقالة النائبة غيداء ريناوي التي أرجعتها إلى اختلافات أيدولوجية تركت بينت مسيطرا على 59 مقعدا لا أكثر من مقعد الكنسة البالغة 120 وقد تسعى المعرضة لاستغلال استقالة النائبة العربية بتقديم اقتراح الأربعاء المقبل لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وأحكمت غيداء عن تأكيد أو نفي ما إذا كانت ستصوت لصالح المقترح وهو ما قد يمهل بانت وقتا أطول في الحكم وأشارت زعبي في رسالة الاستقالة التي بعثت بها لبانت إلى تصعيد العنف في الحرم القدسي والأسليب القاسية التي اتبعتها الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرينة بعقلة الأسبوع الماضي غيداء سلمت بأن التصويت على حل الحكومة قد لا يكون في مصلحة المواطنين العرب الذين يشكلون نحو 21% من سكان إسرائيل ويتشكل ائتلاف بانت من خاليط أحزاب يسارية وقومية يهودية متشددة وأحزاب دينية إضافة إلى القائمة العربية الموحدة وتشوبهم قسامات أيدولوجية عميقة لكنهما لبث أنواجها معوقات تهدد استمراره ففي مطلع أبريل الماضي خسر الائتلاف الحكومي غالبيته البرلمانية مع أعلان النائبة اليمينية عيدت سليمان سحب تأييدها له والآن أصبحت الحكومة أكثر ضعفا وستحتاج لدعم من خارج الائتلاف إذا طلبت المعارضة إجراء اقتراع على سحب الثقة في البرلمان اعقد اليوم مجلس الوزراء اللبنانية جلسته الأخيرة في قصر بعد بالعصمة بيروت برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء وذلك قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة غدا السبت مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وتولي مجلس النواب الجديد كانت الانتخابات اللبنانية أصفرت عن خسارة طيار 8 أذار المكون من حزب الله وحركة أمل والطيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية وحلفائهم للأغلبية نيابية مع تقدم ملحوظ لحزب القوات اللبنانية وحلفائه وحزب الكتائب والمستقلين عندما تدخل حليم القعقور البرلمان اللبناني الأسبوع المقبل كنائبة منتخبة فإنها ستتخطى الحواجز الخرصانية نفسها التي تمت إقامتها لإبعادها مع غيرها من المتظاهرين الآخرين خلل المسيرات الضخمة المناهضة للحكومة عام 2019 انتخبة نحو 12 ناشطاً وواجهاً جديداً من أصحاب الأجندات الإصلاحية مثل القعقور لعضوية مجلس النواب بدعم من الحركة الاحتجاجية والغضب الشعبي الذي تزاعد بعد الانهيار المالي 2019 كنت مش بس على الأرض كنت ببيروت يمكن أنا كنت من الإقلال جداً اللي برمه كل ساحات لبنان يعني كنت ضيفة بكل الخيام وبالخيام الأصعب وأكتر قمع وأكتر ترهيب كنا فيها وطبعاً شفنا الترهيب من كل المنظوم السياسي وكل أحزاب السلطة وخاصة أمام مجلس النواب الترهيب الكبير اللي خلى ناس نخسر عيونها معنا وتخسر حياتها معنا هلأ جاينا منقول أوكي ما بتكون ينا نفوت على مجلس النواب نحنا مواطنين عاديين وسكرتونا وعليتوا لبلوكات رح فوت كنواب ورح نفوت كنواب ورازم ينشالوا لبلوكات بره لأنه ما بقى في حاجة لبلوكات لأنه نحنا صرنا جوا المرشحون ذو الأفكار الإصلاحية خاضوا الانتخابات دون موارد مالية مثل الفصائر القائمة لكنهم فازوا بأكثر من 200 ألف صوت وحصلوا على مقاعد بجميع الدوائر هذه النتائج تمثل تغييراً كبيراً في المشهد السياسي المعتاد في لبنان حيث هيمنت حفنة من الأحزاب السياسية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990 يلقي الوافدين الجدد باللوم على الأحزاب القائمة في السياسات التي تسببت في أزمة اقتصادية جعلت ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان لبنان تحت خط الفقر وفقدت معها العملة الوطنية الليرة أكثر من 90% من قيمتها قال الرئيس التونسي قيسعيد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر كارتاش إن بلاده تحتاج لدستور جديد يضمن حقوق كافة التونسيين في حياة كريمة وبإرادة أغلبية الشعب جمهورية جديدة جمهورية تقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين والتونسيات في حياة كريمة على عبرته ليست بالنصوص وحدها ولكن بالآثار التي يجب أن ترتبه عن تلك النصوص وقال الرئيس التونسي قيسعيد أنه سيتم دعوة التونسيين للاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو القادم سنعبرمان هذه المرحلة التاريخية الحاسمة حتى نجسد مطالب شعبنا في السيادة الكاملة وفي الحرية الحقيقية وسيتم النظر أيضاً أو التداول في مشروع أمر يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء في اليوم الموعود يوم عيد الجمهورية في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهر ألاف المواطنين السودانيين مطالبين بما وصفوا دولة مدنية كاملة استمراراً للمواكب الحاشدة المستمرة منذ سبعة أشهر والتي تطالب بعودة ما تصفه بالحكم المدني الديمقراطي في السودان خرج ألاف المتظاهرين في مدن الخرطوم وبحري شمالي السودان وأم دورمان غربي السودان وكادجلي جنوبي السودان ومدني وسط السودان والقدارف شرقي السودان حاملين أعلام السودان ورددوا هتافات تطالب مما وصفوه بدولة مدنية كاملة ورفعوا شعارات حرية سلام وعدالة وأفدت تقارير أن متظاهرين أغلقوا عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بحواجز أسمنتية وجذوع أشجار وإطارات مشتعلة ثم حاولوا الوصول إلى محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم في حين أغلقت دوريات الشرطة بعض الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة ما أدى إلى تكدس سيارات وازدحام مروري وتصدت قوات الشرطة للمتظاهرين بالقرب من حديقة القراشي في الخرطوم وأمطرتهم بعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ليرد المشاركون بالحجارة وأعادة رمي عبوات الغاز المسيل للدموع على الشرطة وكانت تنسقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم قد أعلنت تسير موكب إلى القصر الرئاسي فيما أطلقت عليه مليونية التسع عشر من مايو وتتواصل الاحتجاجات في السودان منذ الخامس عشر من أكتوبر 2021 بعد أن أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول رقن عبد الفتاح البرهون إجراءات استثنائية أبرزها إعلان حال الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بهدف تصحيح مصاري المرحلة الانتقالية حيث تعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني كان السودان يعيش منذ 21 من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة في تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام قالت الرئاسة الفرنسية أنه سيتم اليوم أعلن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون جديدة وأن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد مقرر يوم الاثنين واختار ماكرون الاثنين الماضي وزيرة العمل أليزابيس بورن رئيسة جديدة للوزراء لقيادة الحكومة لتنفيذ إصلاحات ومساعدة الرئيس في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو وهي المرأة الثانية فقط خلال ثلاثين عاما التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا قال حاكم إقليم لوجانسينك بشارق أوكرانيا إن القصف الروسي على الإقليم أدى إلى مقتل ثلاثة عشر مدنيا خلال الساعات الأربعين وعشرين الماضية وضف المسؤول الأوكراني أن 12 شخصا قتلوا في قصف الروسي لسيفريدونسيك بشارق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي وتقع البلدة ومدينة لسيتشانسينك في منطقة شانت شنت فيها القوات الروسية هجمات عسكرية من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولودو ميرزلينسكي موسكو بشن عمليات قصف على منطقة دونباس دون تمييز القوات المسلحة الأوكرانية تواصل التقدم من أجل تحرير منطقة خاركييفا ولكن في دونباسا ما زال المحتلون يواصلون فرض مزيد من الضغط علينا الوضع هناك أشبه بالجحيم وليست هذه مبالغة مني القصفها مجي وعشوائي على مدينة سيفردونسكا القوات الروسية تواصل قصفها العنيف على منطقة تشيرنيفا ومنطقة أوديسا كما دمر الدونباس تماما كل هذا الضمار ليس له مبرر معقول ومنطقية لما تقوم به روسيا مر 85 يوما على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ولم تحسم النتيجة النهائية لأكثر معارك دموية في أوروبا منذ عقود مع عدم تأكيد مصير مئات المدافعين الأوكرانيين المتحصنين في مصنع الصلب أزوفستال في ماريبول شرقي البلاد وقالت موسكو الخميس إن 1730 مقاتلا أوكرانيا استسلموا حتى الآن بما شمل 771 في الساعة الأربع والعشرين الماضية وأعجمت أوكرانيا التي تقول إنها تهدف لتأمين تبادل للأسرى عن التعليق على عدد من بقوا داخل المصنع أو مصيرهم منذ أن أكدت استسلام ما يزيد قليلا عن 250 في الساعات الأولى التي تلت أمرها للكتيبة هناك بالاستسلام وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقارها سويسرا إنها سجلت مئات الأسرى من المصنع تحت جزوم حاليا روسيا لكنها لم تفسح عن رقم محدد وقال دينيس باشلين زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة ماريبول إن نحو نصف المقاتلين الأوكرانيين لا يزالون في داخل مصنع الصلب حيث وفرت لهم المخابئ والأنفاق تحت المجمع للحماية من القصف الروسي لأسابيع وأضف أن المصابين تلقوا علاجا طبيا في حين أن من كانوا في الصحة جيدة نقلوا لمراكز احتجاز ويعملون بشكل جيد وقال أولكسي جوموفا نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان بالقوات المسلحة الأوكرانية إن بلاده استعدت السيطرة على 23 بلدة قرب خركيف على مدى الأسبوعين المنصرمين ودوى أمس الخميس صوت سقوط قذائف مدفعية قرب قرية سلاتاين إلى الشمال من خركيف وقالت القوات الأوكرانية إن القتال يدور حول وقرب قرية ديمتيذكا التي قال الجيش الأوكراني إنه استعد السيطرة عليها في اليوم السابق وهي على بعد نحو 8 كم فقط من الحدود الروسية لكن روسيا ما زالت تكثف هجومها الرئيسي باستخدام المدفعية والمدرعات سعيا للسيطرة على مزيد من المناطق في دونبس شرقي أوكرانيا المؤلفة من منطقتين دونياتسك ولوغانسك في عملية تقول موسكو إنها تقوم بها لدعم الانفصالين هناك قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس الخميس إن هجمات روسيا تركزت على منطقة دونياتسك وتكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة في محيط سولفيانسك شمالي دونياتسك وفق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة العمليات العسكرية الروسية بقيمة 40 مليار دولار أقر مجلس الشيوخ الأمريكية مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية وأمنية واقتصادية إلى أوكرانيا بعد إقراره الشهر الماضي من جانب مجلس النواب الأمريكية وفور حصول القرار على اعتماد الكونغرس الأمريكية بمجلسيها رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإقرار حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا من أجل تمكينها من مواجهة العملية العسكرية الروسية في أراضيها بايدن أكد كذلك أن هذا القرار بمثابة رسالة واضحة إلى العالم تفيد بأن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب الشعب الأوكرانية في الدفاع عن ديمقراطيته وحريته هذه الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا تشمل جانباً اقتصادياً وإنسانياً إضافة إلى أسلحة وذخائر وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ وتتضمن هذه الحزمة 6 مليارات دولار يفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزود بأليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوية في وقت تحتدم فيه المعارك في شرقي البلاد وجنوبها كما تشمل نحو 9 مليارات دولار لضمان عدة أمور بينها استمرار عمل الهيئات الديمقراطية الأوكرانية إضافة إلى مبلغ كبير مخصص للجانب الإنساني وفي منتصف مارس الماضي أقر الكونجرس الأمريكية بصرف 14 مليار دولار كدعم لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية إلا أن الرئيس الأمريكي ظل يلغط على الكونجرس منذ أسابيع لزيادة الميزانية بشكل كبير بهدف دعم أوكرانيا في المرحلة الجديدة من النزاع العسكرية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب لقاءه في واشنطن رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي ساولي نينيتستو إن السويد وفنلندا تستوفيان كل المعايير للانضمام إلى حلف نيتو اليوم أنا فخور بأن أؤكد لهم الدعم التام والكامل من الولايات المتحدة الأمريكية إدارتي ستعرض على الكونجرس الأمريكي وثائق ضم حلف شمال الأطلسي للدولتين السويد وفنلندا حتى يتسنى لمجلس الشيوخ التحرك بسرعة اللجاهة الموافقة عليها فنلندا والسويد تقويان من حلف شمال الأطلسي ليس بسبب قدرتهما فحسب بل بسبب ديمقراطيتهما القوية ووجود حلف أطلسي قوي هو الأساس لأمن أمريكا اتهمى وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين موسكو باستخدام الغذاء سلاحا لحسم الحرب في أوكرانيا تحولت جلسة مجلس الأمن الدولية إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن المسئولية عن التدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اعتبر أن روسيا اتخذت الإمدادات الغذائية لملايين الأوكرانيين وملايين الأشخاص حول العالم كسلاح على حد قوله داعيا موسكو إلى السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ توقفوا عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسود اسمحوا بحرية التنقل للسفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا توقفوا عن تعليق تصدير المواد الغذائية والأسمائية إلى البلدان التي توجه انتقادات لحربكم في المقابل ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فازيل نيبينزيا بما وصفه بنوايا الغرب لتحميل بلاده مسؤولية جميع مشاكل العالم رافضا كل الاتهامات الغربية الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم كامنة منذ زمن وأسبابها الجذرية ناجمة عن الصعوبات اللوجستية وعمليات مضاربة في الأسواق الغربية أوكرانيا تعيق عمل موانئها عبر الألغام التي تنشرها على طول سواحل البحر الأسود أما الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش فأشار في وقت سابق إلى أنه يسعى إلى التوسط في صفقة شاملة تسمح لأوكرانيا باستئناف صادراتها الغذائية عبر البحر الأسود وزيادة الأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية كما أنهما مصدران أساسيان لتصدير الذرة والشعير والسماد أصدر البرلمان الألماني البونتستاك قرارا يقضي بتجريد المستشار الأسبق جيرارد شرودر المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من امتيازات نسمية يتمتع بها معتبرا أنه فشل في الوفاء بالتزامات لجهة رفضه قطع العلاقات مع مالقة الطاقة الروسية وجاء قرار البونتستاك في وقت دع فيه مشرعون أوروبيون في قرار غير ملزم إلى فرض عقوبات على شرودر وأوروبيين آخرين يرفضون التخلي عن مقاعدهم في مجالس إدارات شركات روسية قال المستشار الألماني أولاف شولز إنه لتوجد طرق مختصرة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي طوال سنوات تقوم تلك الدول بجهود إصلاح حثيثة ويعدون تنازلات الحفاظ على وعودنا لهم أمر لا يتعلق فقط بمصداقيتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى ضمهم أصبح أحد مصالحنا الاستراتيجية الأمر لا يتعلق بأمن هذا الإقليم فحسب حيث تتبارى القوى الخارجية لكسب النفوذ وأبرزها روسيا بل يتعلق بأمننا نحن والذي لن يتحقق دون استقرار غرب البلقان الأوروبي قال وزير خارجية باكستان الجديد بلاوال لابوتو زرداري إن بلاده سوف تعزز علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة في سائر المجالات العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة تم تعززها كثيرا في الآوينة الأخيرة نتيجة للتغيرات الجيو السياسية والنزاعات في المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة وطبيعة الأوضاع في أفغانستان نحن نتطلع إلى توسيع قاعدة العلاقات الثنائية بشكل ترتقي به صداقة البلدين في الأصعيدة المختلفة سواء السياسية أو الشعبية أو الدفاعية والأهم من ذلك على الصعيد الاقتصادي بدأ رئيس الأمريكي جو بايدن جولة أسيوية يزور فيها كوريا الجنوبية اليابان وتعد هي الأولى منذ تولي مقاليد السلطة في رحلة يخيم عليها شبح تجربة نووية كورية شمالية محتملة يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الأسيوية سبل دعم التحالف مع كل من كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة التحديات في شب الجزيرة الكورية ومنطقة جنوب شرق أسيا وسيعقد بايدن اجتماعات مع قادة وزعماء كوريا الجنوبية واليابان وسيشارك أيضا خلال وجوده في توكيو في القمة الإقليمية للتحالف أربعي كواد الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة وتقدر الولايات المتحدة أن هناك احتمالا حقيقيا أن تجري كوريا الشمالية تجربة ساروخية أخرى أو تجربة نووية خلال جولة بايدن الأسيوية مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قال إنه ليس هناك تعارض بين تجريس الوقت والطاقة والاهتمام لأوروبا وتجريس الوقت والطاقة والاهتمام لأسيا مشيرا إلى أن القضايا الأوروبية والأسيوية تعزز بعضها البعض الجولة الأسيوية الأولى التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة تعد فرصة أيضا لتركيز بشكل أكبر على التحدي الذي تمثله الصين بعد أن تركزت جهود إدارته خلال الأشهر الماضية على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعتبر واشنطن الصين التحدي الأول في السياسة الخارجية حيث حدد بايدن في العديد من الخطبات الصين باعتبارها المنافسة الاقتصادية رئيسي للولايات المتحدة وبنى سياسة وشراكات حول مواجهة نفوذ بيكين في منطقة أسيا والموحيد الهادئ ختاما لنشاطنا هذا تذكير بهم العنوين ويعاد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب تهديدات التي تفردها أثار تغير المناخ على التنمية المستدامة عقب قيامه بإطلاق استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية مدبول يشدد على أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرض للأثار السلبية للتغيرات المناخية رئيس الفرنسي إيمانويل ماكران يعلن اليوم عضاء حكومة الجديدة مقتل 13 شخصا خلال قصف الروسي على اللوجانسك والرئيس الأوكراني يتهم موسكو بشن قصف على منطقة دونباس دون تمييز سنمشاهدين إلى نهاية نشراتنا للمزيد من التفاصيل زروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر